السلام عليكم ازايوك يا جماعة عمليني اهلا بيكم في فيديو جديد من رياضيزيا دهية الحلقة التانية في الحلقة اللي فاتت اللي هي تلاقي الـ right hand side اللي هي الـ f of x دي هتبقى بزيرو تمام الـ f of x دي مش موجودة بزيرو الحلقة بتاعت النهاردة بقى هناخد لو الـ f of x موجودة يعني مش بزيرو لها قيمة والقيمة دي اترا شكلها ايه هل هتكون بـ function او هتكون بسوابت او شكلها هيكون عاملة ازاي هي ده بقى موضوع الحلقة النهاردة طيب عايز اقول لك معلومة بس مهمة وتفهمها كويس وبعدها نخش على طوله على موضوع الدرس الحلول بتاعت المعادلة ديت هتكون على صورة sum صورة مجموح حاجتين yc yb yc ديت بترمز للرمز او هنا yh هنا مكتوب yh او yc مش هتفرق yh بترمز لرمز حل المعادلة الhomogeneous h وhomogeneous وسعاد بتتسمى c عشان بتتسمى complementary solution yb بترمز لحل المعادلة لما يكون موجود بيتسمى particular solution تمام؟ يبقى انت دلوقتي لما تيجي تحل المعادلة دي وفي قيمة هنا في حاجة هنا هتخبي اول حاجة هتخبي ده كأنه مش موجود وهتعمل الفيديو اللي فات بالظبط عشان كده 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 انا عمل اقولتو للفيديو اللي فات كده اعمل اقولك دي هتكون step step موجودة جوه حل المثال اللي هو non homogeneous دي هتكون خطوة ايه هي الخطوة انك تحط الرغمية الhomogeneous بقى سؤال من ضمن الفيديو اللي فات تمام؟ فتروح جايب yh يبقى انت جايبت نص الحل وديه خطوة السهلة ديه الخطوة السهلة اللي كله بيعملها الخطوة اللي فيها مشاكل بقى هي yb ازاي نجيب yb تمام؟ يبقى الوقتي درس النهاردة ازاي نجيب yb وفي وسط الكلام وانا بحل امثلة هكرر الحتة بتاعت yh تاني لو انت ما كنتش شفت الفيديو اللي فات بس هقولها طبعا بسرعة مش هطول اول التركيز كلها هيكون ازاي اجيب yb yb ديه بتتوقف على شكل f of x يعني في الاول انا بشوف ايه هو شكل f of x فبنروح لتابل كده هنروح نشوفه ونشوف الاشكال الكيسز بتاعته والطريقة اللي هنحل بيها الطريقة اللي هنحل بيها في عشان نجيب الحلول بتاعت النانو هموجيني هي هل مفيش غير الطريقة دي لا ده في كزا طريقة اشهرهم و والدي تمام؟ دولة طريقتين اللي انا هعملها النهاردة هي طريقة تمام؟ تعال نشوف الدنيا ماشي ازاي ونروح ونحل خليك عارفه كويس قوي وانت هتفهمه كده وانا باتكلم ال f of x وهو ال right hand side ودوت الفارد بتاع ال y b وده مش بيكون الاجابة انت بتفرض بس شكل ال y b وده بيكون نقص شوية ثوابت هتبتدي تحسبهم وهو ده اللي هيطول لك الحل اول حاجة لو لقيت ال f of x يعني لقيت ال right hand side بتلاتة باربعة بسالة بخمسة بستة تروح فارد انت ال y b وهتبتدي تجيبه هتروح فارد الشكل ال y b عبارة عن وليكن كابتل اي وهقولك ازاي تحسب الكابتل اي لو لقيته يعني اي رقم مضروف في اي باور مثلا اتنين اكس تروح فارد انت مضروف نفس ال اي يعني لو لقيتها مثلا خمسة اي باور ثلاثة اكس تروح فارد ال y b كابتل اي باور ثلاثة اكس تمام يبقى ال e d ال e d ما بتتغيرش ال e ما بتتغيرش بالقص بتاعها تمام ماشي تعال نكمل لو لقيت دي بقى مهمة الكيس التالتة لو لقيت بلونوميال بتروح فارد بلونوميال شابه طب تعال ناخد مثال لو لقيت مثلا ال right hand side لو لقيت ال right hand side عبارة عن ايه عبارة عن وليكن two x plus three الاكويجن دي الاكويجن دي اللي هي تكون right hand side دي شكل f of x ها اللي انت بتفرد عليه دي اعلى order فيها الدرجة الاولى يعني اعلى اعلى order لل x من الدرجة الاولى تروح فارد على طول بلونوميال من الدرجة الاولى كاملة تفردها كاملة ثابت في x زائت ثابت طب تبص ل الاكويجن دي اعلى order فيها ايه؟ الدرجة التانية صح بتعرفوا من الباور بتاع الاكس على باور لل اكس تروح فارد بلونوميال كامل كامل ها؟ يعني بكل بتاعته يبقى ثابت في اكس سكوير زائت ثابت في اكس زائت سي طب افرد مسلا لقيتها اكس كيوب بس كده تروح فارد ايه بقى ودي بتبقى صعب عشان كما بتجيش كتير عشان هتبقى ثابت في اكس كيوب زائت ثابت تاني وليكن بي يبقى اكس كيوب زائت باي اكس سكوير زائت زائت دي ولة تبتد تجيب اللي اربع سواد mmm الكيس الرابع للنسيدي هل لو ان تعرف كوزين إغبور سين عندما لا يقوم في ارسال ستعرف كوزين إغبور سين وتتأكد أن هذا الجمهور الجم المهم أن نتعرف كوزين لقيتها مثلاً تلاتة كوزين اربع اكس. تروح فارد اي كوزين اربع اكس زائد بي ساين اربع اكس. تمام? حالة الكوشين والشاين لذيذة في حاجة. ان في ريليشن بتوين الشاين والكوشين والكوشين. تمام? ريليشن ديت كنا كنا سبتنها في فيديو في كورس الكمبلكس. هتلاقي الفيديوهات ديت برضو ايه? علشان لو قلبت كده اول فيديو. تمام? في الكمبلكس فانكشن. ديت الريليشن بتوين الكوشين والكوشين. تمام? اه فدي دي مش بتاخد لها فروط جديدة لان دي اتقلبت بالي. اتقلبت بيت ايه. تروح فاردها بنفس الي المنظر اللي كان هنا. طب انا دي وقت اتلغبطت وعايز اشوف مثال بها عشان الدنيا دخلت في بعضها. تعال نشوف مثال اتلاقي ان الحياة اسهل مما تتوقع مية مرة. تعال لكي نشوف مثال. اعطي لك مثال بالصورة دي. اول حاجة ببص فيها دي ساكند اردر. جميل. طب هل هي هوموجينيس ولا لأ? لأ طبعا دي نان هوموجينيس. ليه نان هوموجينيس? عشان في قيمة في. ودي ابسط حالة اللي هي اللي هي كونستان. بتعمل ايه حضرتك? اول حاجة كأنك مش شايف ده. فهيدي لك معادلة ويدة بالداش زائد اربعة ويداش زائد ثلاثة واي اكوال زيرو. تروح ايه? تروح مستعمل طريقة الفيديو اللي فات بقى. بتشيل الوايدة بالداش تحط ام سكوير وتشيل الوايداش وتحط ام والوايد تحط مكانة واحد. هيدي لك ام سكوير زائد اربعة ام زائد ثلاثة اكوال زيرو. هتعمل وتحلل يدي لك حلين. ودي كيس وان في الحلول. كيس وان دي اللي بتكلم عندي لالناس مش مجمع معي ده كان فيديو لسه شرحه. اللي هو الفيديو رقم واحد في السكند اردر. اللي هو الفيديو اللي فات على طول. دي الديفرنت روتز. فالحلول بتاعتك هتكون سابت. سي وان اي باور الاولاني في اكس زائد سي تو اي باور التاني في اكس. وخلصنا. كده انت جبت الواي اتش يعني جبت نص حل السؤال ده. لان الحل السؤال ده واي اتش واي بي. نقص تجيب الواي بي. ركز بقى معي. تبص الواي بي كويس. هتبص الرايت سوري هتبص الرايت هننسي كويس. يعني هتبص الاف وف اكس كوي دي كونستان. يبقى دي اني حالة من التابل. دي الحالة الاولى اللي هي ابسط حالة. بيقولك لو انت لقيتها برقم. السي ده كأنه اي رقم. اللي هناك في السؤال اللي هنحالي دلوقتي بستة. تروح فارد انت بكونستانت وغاليكم مسميه ايه. تروح مفارد كده مسمي الواي بي بايه. تبتدي تجيبه المشتقة الاولى ومشتقة تانية عشان هتروح معوض في السؤال نفسه. يبقى الطريقة بتاعتي هفرد الواي بي بناء عن التابل اللي هيكون محفور في دماغ الخلاص. ده كونستانت اروح فارد ثابت اسمه ايه كأنني ما عرفوش. هاشتق الواي بي مرة واتنين عشان هحتاجها عوض في المعادلة دي. لما تجي تشتقها المرة الاولى هيديك زيرو نود مرة تانية طبعا بزيرو. هالواي ده بلداش بزيرو وتروح معوض هنا بقى زيرو. ادي عم الزيرو. زائد اربعة واي داش يعني اربعة في زيرو ادي عم الزيرو. زائد تلاتة واي والواي بكام? الواي دي اللي هي الواي بي اقصد. تلاتة واي يبقى تلاتة في اي ادي عم الثلاثة اي سوي الستة. يبقى من هنا الاي تلات بكام? ستة عال ثلاثة باتنين. يبقى الحمد الله جبت كومية الاي تلات باتنين. يبقى دلوقتي يبقى معي شكل الواي بي باتنين. وانت كنت جاي بشكل الواي اتش. ادي الواي اتش. تمام? دي الواي اتش. امش بتاعة مش هتاكمل بس هي الواي اتش وكل اعلى بعضها. حل. وجبت كمان الواي بي اللي هي تلات باتنين. احي. وانت بتقول له الواي جي اس اللي هي الواي جنر سليوشن عبارة عن YH زائد YB YH تاخدها كوبي بس وتروح كاتبها وال YB تلعت الحمد لله باتنين طبعا الحياة ما بتباش وردي بالصورة اللي انت شايف فدي العملية بتصعب قدام زي مسلا ايه الحتة اللي انا كاتبها على جنبي دي دي حتة مش عايز نتعب دماغك دلوقت عشان دي هتعمل لها فيديو مخصوص وهي لما يتكون الحلول بتاعت ال YB جزء لما يكون ال RAT هنساعد الفانكشن هل جزء من ال YH ولا لا تمام طبعا هنا مش جزء واحد اقول لها مش فهم اللي انت بتقول لها الحتة دي انا مش فهمها سيبها هيتعمل لها فيديو مخصوص الفيديو رقم تلاتة والفيديو رقم اربعة وهيتكون الفيديو رقم تلاتة ان شاء الله لها لما تكون ال RAT هنساعد جزء من الحلول فدي بيحصل فقط وموضوع تاني ده تعال ناخد مثال تاني كده يفوقنا ونشوف الدنيا ماشية ازاي تمام اتمنى انت تكون بتحلل المثال ده قبل ما اجاوب يعني توقف الفيديو وتروح حله وتشوف الاجابة هي الاجابة قصادك اصلا تمام ماشية عندك سؤال بالسورة دي اول خطوة اول خطوة من غير ما بص شيل ده تحط بزيرو هيديلك معادلة سهلة بتاعت الفيديو اللي فات هتبقى M square زائل 6M زائل 9 equal 0 هتحلل هيديلك ان الحلول طلعوا متشابهين وطلعوا بسلب 3 دي case 2 بتروح قايل ان الاجابة E power الرقم اللي طلع مضروف في X يبقى E power 3X مضروفة ب C1 زائد C2 في X تمام ده كده شكل ال YH والحمد لله جبنا واحد اقول لها انت بتقوله بسرعة ازاها مش مستوعب اللي انت بتقوله ده كان فيديو حضرها تروح تبص عليه شرحوا بالتفصيل المهمين اللي هو الفيديو اللي فات هنا مش جزء من ال YH تمام يبقى تكمل بتريقتنا عادي واحد اقول لها برضو دي مش مستوعبها دي دي انت في كل المساء اللي هقولها في الفيديو ده هتطلع مش جزء منها تمام فهتحل بالطريقة التقليدية لو طلعت جزء ده هيتعمل له فيديو مخصوص اللي هي حالة الدوبليكيشن تكمل عادي ماشي سيبكم كل الكلام ده جبت ال YH الحمد لله نايس لك تجيب ال YB وتروح اقيل الحل بتاعي YH زائد YB وتخلص هتبص ررية هندسية كويس كده بحلق له كده دوت كان تاني حاجة في الجدول لما يجي لك رقم مضروف في A في E power AX بتروح فرد الحل E power يعني هنا E power 2X بتروح فرد الحل E power 2X 100% ومكان اللي اتنين ده بتروح فرده constant اسمه A وهتبتدي هتبتدي تجيب constant دوت جميل طيب ماشي يبقى ال YB اللي عايز افكره بالجدول اهي دي اللي كانت هنا اهي ال YB كستو اهي ثابت في E power AX تروح فرد الحل E power AX ماشي يبقى ال YB A في E power A 2X لازم تفردها بنفس الباور بتاع ال E هتجيب ال Y داش وال Y دابل داش وتروح معوض في المعادلة دي وتبتدي تجيب تحسب السابت A ال Y داش ال A بتنزل زي ما هي ده constant والدريبتف بتاع E power 2X 2 E power 2X والسكند دريبتف هيبقى 4A E power 2X عشان اتنين في اتنين هتنزل قصة بعض يعني باربعة هتمسك ال Y دابل داش وتروح حاتيتها هنا وتمسك ال Y داش دي وتروح حاتيتها هنا وهتمسك ال Y وتحطها هنا كل ال Y دي اللي هما YB وBB يعني المفروض هنا في B هنا B وهكذا هتعود بيهم هنا جميل هتدي لك ايه 4A E power 2X اهي زائد 6Y داش يعني 6 في اتنين يبقى اتناشر A E power 2X زائد 9 في Y يعني 9A E power 2X بيساوي اتنين A power 2X شيل A power 2X مع بعض كلهم تشيلهم يدي لك اربعة A زائد اتناشر A زائد تسعة A بيساوي اتنين فكأنك بتساوي المعاملات جمع كده اربعة واتناشر ستاشر ستاشر وتسعة يدي لك خمسة وعشرين يبقى خمسة وعشرين A بيساوي اه خمسة وعشرين A E power 2X بيساوي اتنين E power 2X اعمل اكويتنج هيدي لك الخمسة وعشرين A باتنين يبقى A باتنين على الخمسة وعشرين يبقى حاجة تانية وبيكون فيها شغل شوية معادلة بالصورة دي هتجيب اول حاجة وتكسب به ثقة وتكسب به وقت تمام وما تتوترش عشان Y بي هي اللي بيكون فيه شغل فاكسب وقت انك تجيب له حل الهوموجيني انك تحط بزيرو هيدي لك معادلة وادريتك اللي انت كنت بتعملها في ابتداية وعدادي هتبقى ام سكوير نقص اتنين ام زائت خمسة ايقوال زيرو دي هتجات انك شلت الوي ده بلداش بام سكوير والوي داش بام والوي بواحد وتحللها هتلاقي ديها بتتحلل بالجنر اما تعملها على الا او تستعملها تعملها بالتفصيل زي ما انا عملها لك هيدليك دي حالة التالتة اللي هي الالفا بواحد والبيتا باتنين هيبقى الحل بتاعك يعني الموجي ll جميل طيب بص بيركز معي هتبص ل ال Quindi ال اعلى الموقع هو تروح فارد اله ايه هو برنومي يكملوا الدرجة الاولى يعني حاجة والحاجات اللي اقل منه. يبقى اي اكس زائد بي. طب لو كانت هنا اكس سكوير هتروح اقيل اي اكس سكوير زائد بي اكس زائد سي وهكزا. هنا طبعا خمسة اكس زائد تلاتة. ده من الدرجة الاولى تروح فارد اي اكس زائد بي. هجيب المشتقة الاولى لدي. هيدي لك اي والمشتقة التانية بزيرو. ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة بتروح معاوض هنا. تمام? الواي ده بالداش بزيرو. والواي داش باي والواي باي اكس زائد بي. عوض. هيبقى بالراحة اي. زيرو. في سالب اتنين واي داش. يعني سالب اتنين اي. اه وي اه وخمسة في واي. يعني خمسة اي اكس زائد خمسة بي. كله بيطلقت يروح اضرب الخمسة في الحتة دي بس. لا متنساش نقطة الدرب كمان في الترم التاني. توزع. يساوي خمسة اكس زائد بي. بص بقى. هتساوي الكوافيشنت الاكس مع بعض. هنا الرايت عندي بكم? بخمسة. تروح كاتب الخمسة هنا. تلم حاجات الاكس هنا. في ايه هنا الاكسات المتقررة حضرتك عندك? مفيش غير الاكس دي. صح? المعامل بتاعها كان خمسة ايه. تروح كاتب. خمسة ايه بيساوي خمسة. لخطر الخمسة اللي هنا. يعني بتساوي الحاجات الاقصاد الاكس ما الحاجات الاقصاد الاكس. والثوابت بالثوابت. خمسة اي بخمسة يبقى ال اي بواحد. لما بس سويت مع بعض اللي هي ال اكس باور زيرو. ما هي الكون الصندية يعني الكويفيشنت بتاعت اكس باور زيرو. هنا الكويفيشنت سالب اتنين اي زائد خمسة بي بيساوي التلاتة. سالب اتنين اي زائد خمسة بي بيساوي التلاتة. اللي اي انت جايبها بواحد. عوض يبقى سالب اتنين زائد خمسة بي بيساوي التلاتة. خلاص ودي السلبة من هناك يبقى الخمسة بي بي يساوي خمسة والبي هتطلع بكام بواحد يبقى شكل الحل بتاعك اللي هو اي اكس زائد بي اللي انت كنت تفرضه بقى واحد في اكس زائد واحد يعني اكس زائد واحد جبت الواي بي وكنت جايب قبل كده الواي سي او الواي اتش تروح اقيل له الحل بتاعي يكون واي اتش زائد واي اه بي بس وهيكون الجنرس اليوشن اهو كتبولك بالتفصيل جميل ناخد مثال تاني حلو ده ده فيه شغل ده تعالى كده نشوفه هاتيلك برضو معادلة وسيبك من الواي تاني سايد ما تبصلوش دلوقتي هتبتدي تجيب الحلول انا هاختصر في الوقت خلاص انت تقدر تبص مكتوب التفصيل اهي هتطلع للحلقة الكمبليكس وعلى فكرة الحتة دي كانت هي هي نفس المسألة حلتها في الفيديو اللي فات بنفس الارقام تعالى نبص بالجزئية الجديدة المهمة اللي فيها الشغل اللي هي الواي بي دهية اكويشن من اي من الدرجة التانية اعلى دي يبقى دان انت بتتكلم في الجدول الى الحتة اللي كانت دي الى الفي الجدول عشان دي القلتلك هتفهم بالامثلة اللي هي كانت هنا بالزبط اللي هي الكس ثالثة دي تعالى بقى نبص للبلونوميا ده كويس ونشوف ايه دنياته البلونوميا د Abramv اسCO rose step X اعلى X في الراية عندي صيد من الدرجة التنية فارد بلونوميا الكامل من الدرجة التنية هيكون AX2 زائد BX زائد C تمام? ترى أنما لقيت اعلى أوردر من الدرجة التنية بتفارد بلونوميا الكامل بتدريجاته تمام؟ للاقل هيكون AX2 زائد BX زائد C هتتلزبT A والB والC جبت Y وB AX2 زائد BX زائد C محتاج الY و W ده ده لكي تحولح التعوض هنا الواي داش هتشتق دي هيددي لك اتنين اي اكس زائد بي ماشي طبعا الاي والبي والسي دي ارقام يعني مشتقتها بزيرو لو هي الوحدة اه والواي داش هتشتق انت لسه جايبها هتدي لك اتنين اي هتمسك دي ودي ودي وتروح تعوض هنا وتجمع وخلي بالك انا عملها بجو التفصيل الممل وي داش تشتلها وتحط تو اي ادي عمد تو اي زائد اربع وي داش يعني اربع في الكلام دوت هيبقى تمانية اي اكس زائد تمانية زائد اربع بي تمام وي الواي تلتاشر في واي يبقى تلتاشر في كل ده يبقى تلتاشر اي اكس سكوير زائد تلتاشر بي اكس زائد تلتاشر سي اهي بالتفصيل الممل اهي تمام بيساوي الرايطة عند صايد اللي محدش اي جنبه اللي هو ستة عشر اكس سكوير زائد خمستاشر اكس زائد اتنين تبتدي بقى تشوف الحاجات اللقصاد الاكس سكوير وتسويها بالحاجة اللقصاد الاكس سكوير هناك ما هو القصاد X²؟ لا يوجد 13A ما هو القصاد X²؟ 25 الحركة اسمها Equating Coefficient لا يوجد احتمال لغة كده 13A بيساوي 26A بيساوي 26A بيساوي 26A الحمد لله جبت الأي انظر الحاجات القصاد X بالحاجات القصاد X الحاجات القصاد X هنا 8A وفيه A ثاني وفيه 13B والحاجات القصاد X هنا بـ 15 يبقى 8A زي 13B بيساوي 15 الـ A في 2 تروح معوض يديك 16 زي 13B بيساوي 15 يبقى الـ B بسلب 1 على 13 تلمى السوابة كلها اللي هي الـ 2A والـ 4B والـ 13C والسوابة بالـ 2 وتعاوب بالـ A والـ B اللي انت جبتهم زي ما نعمل لك بالتفصيل المهمية هيديك السي بسلب 22 على 169 تمسك الـ A والـ B والـ C تروح معوض في الـ YB اللي انت جبتها بقى معاك الحمد لله YB كاملة وتروح الجامعة الحالين مع بعض تمام؟ تعال ناخد مثال تاني ناخد مثال تاني يبقى كده بغطيلك الحالات كاملة مثال بالشكل دو هتجيب الـ YH دي ما فيهاش مشكلة هتبص انت فيها متعرف تعملها سأديلك اله تنويه بسيط تعال نقولها تعال نقولها هتحط ده بزيرو عشان تجيب الـ YH هيديلك M2 زي 9 بس لان ما فيهش Y داش عشان تحط مكانها M هيبقى M2 زي 9 equal 0 يبقى M2 بـ negative 9 اقسم سوري خد الـ root هيديلك جزر 9 لهو هيبقى موجبا سالب 3i تمام؟ دي كومبلكس الريال بتاعها بزيرو يعني الألفا بزيرو والبيتا هتكون بتلاتة دي الحالة التالتة في الـ homogenius لهي الفيديو اللي فات هيبقى الحلول بتاعتك E power alpha في X يعني E power 0 في X خلاص بواحد C1 كوزاين بيتا هيب 3 في مدروف X زي C2 ساين 3X جبنا الحمد لله الـ YH تعالى نركز بقى على الـ YB دي 2 كوزاين 2X دي أنا حالة في الجدول دي كانت الحالة رقم 4 لما بتلاقي كوزاين بتروح فرد الحل بتاعك ثابت في كوزاين زي تثابت في ساين على طول ثابت في كوزاين زي تثابت في ساين تمام؟ مش شرط تلاقي الـ 2 انت بتلاقي يا إما كوزاين يا إما ساين تمام؟ موضوع الـ 2 ده وقت لو لقيتهم بنفس الزاوية بتفرض برضو ثابت في كوزاين زي تثابت في ساين إنما لو لقيت مثلا كوزاين 3X زي تثابت ساين 5X دي هتفرض أربع حاجات بقى هتقول ثابت في كوزاين زي تثابت في ساين للزاوية الأولى بالزاوية الأولى وثابت في ساين زي تثابت في كوزاين للزاوية التانية هنحاول ناخد مثال على الجزئية ديت قدامي طيب ديت هتعمل ايه بكل سهولة هتروح اقل ثابت في سين زائد ثابت في كوزين اهي ثابت في كوزين زائد ثابت في سين لازم يكونوا بنفس الزاوية لازم يكونوا بنفس الزاوية ديت اهم حاجة هنا 2x ويبقى دولة زي ما هم 2x كده انت جيبت ال y بي هتجيب ال y داش بي وال y دابل داش بي تشتقهم المشتقات ديت مفهاش اي مشكلة مشتقات الكوزين هتبقى ومشتقات زاوية باتنين فهتطلع برة نفس الكلام هنا مشتقات الكوزين بكوزين ومشتقات زاوية باتنين فالاتنين هتطلع برة هتجيب ال y دابل داش نفس اللعبة السين هتبقى بكوزين وفيه اتنين هتقابل الاتنين يبقى في هنا الكوزين هتبقى وفيه اتنين هتطلع من الزاوية هتقابل الاتنين هيبقى هتجيب ال y دابل داش وال y داش وال y هتروح معاوض هنا الحمد لله هنا مفيش وي داش فاتعود بالويدة بالداش والوي فقط هيدي لك المعادلة هنا بالتفصيل هنا تعمل برضو بتاعة الكوزين لما حاجات الكوزين مع بعض هيبقى سلبة اربعة ايه وتسعة ايه عشان هنا سلبة اربعة وهنا التسعة يعني الخمسة ايه باتنين يبقى ايه باتنينها الخمسة واحد يقول لي طب ثانيا واحد لما اجي اعمل بتاعة السين اه هعملها ازاي هنا مفيس سين يبقى هتسوي معاملات السين بزيرو تعمل bakın في السين فرقة انصادي وبقى تسوي معاملات السين بزيرو اليها سلبة اربعة بي زائدان تسعة بي اكوال زيرو يعني اللي يبقى يعني البي بزيرو يعني تلقت في الاخر الواي بي باتنينها الخمسة كوزين تو اكس فقط تمام اللي هي الايه يعني انينها الخمسة كوزين تو اكس وجمع في الاخر الواي اتش مع الواي بي تمام مثال كمان هناخده هو مسال الكوشاين انا هجري هسابت الصفحة وانت ممكن تبقى تحلها والحل اقصادك. هتجيب لو اي اتش مفهاش مشكلة هتطلع نفس اه لا هتطلع لازيزة هتطلع لها الديفرنت روتس هتجيبها. الكوشاين دي هتروح قلبها اه بدلالة ال اي تمام بناء على اخر كيس في الكيس بتاعة اللي هو اقصادك اللي هو كان فوق. دي هتقلبها بال اي. بص الكوشاين نفسها بتتفك نص اي باور الانجل اللي هنا زائد اي باور اه نيجاتف بتاعة مش الانجل القيمة اللي هنا. نيجاتف تو اكس. لان دي مش بتبقاش ايجل. جميل. بس هي مضروعة في اربعة. فبقيت الاربعة في نص بقى اتنين. هيتوزع على الحاجة تانية وبقى اتنين واتنين. دي كده بقى عندك مسألتين. دي اللي هي كانت الحالة التانية في الجدول. ثابت في اي. بنفس الباور. وهنا ثابت في اي بنفس الباور. واحدة يقول ليه طب ما قلتش واحدة منهم بس لان دي باور غير الباور ده. فهتبقى ثابت في اي. ودي ثابت في اي. هتجيب الوايداش والوايدة بالداش. تشتقهم. تروح معاوض هنا. وهتعمل اكويتنج. اوع بقى الغلطة الشهيرة. وانت بتعمل اكويتنج تروح مساوي باربعة كوشاين. طب انت دي وقتها هتشغل كل ده الطرف الشمال ده كله بال اي. وهتساوي باربعة كوشاين ازاي. هتساوي بالاربعة كوشاين بشكلها الجديد. يعني خلاص تنسى الكوشاين ده شكل الاربعة كوشاين الجديد. تمام? فهو ده اللي انا عملته هنا. كتبت الشكل الجديد للكوشاين عشان اعرف اساوي. اعرف اساوي وهشوف مين اصاد مين ومعاملات تتساوي ازاي. هتلم الحاجات بتاعت اي باور تو اكس مع اي باور هنا تجيب لك قيمة الاول بي. تجيب توم تروح معوض. تقول له في الاخر الواي اتش زائد الواي بي هيطلع بالصورة دي. ده مثال انا مش حلو بص كده اصادك. شوفو. حلو. والحل اصادك. تمام? اه ممكن ادي نبزة عنه. ادي نبزة عنه. هتجيب انت الواي اتش مفهاش مشكلة. الواي بي تعال كده نتكلم فيها. الواي بي عبارة عن اين? عبارة عن حاجتين جمالك حاجتين تتعمل معهم كأنها حاجة وحاجة عادي. الاكس ده بالنومية من الدرجة الاولى هتروح فارد ا اكس زائد بي. اهي. ا اكس زائد بي. والشاين دي تتقلب بدلالة الاي عملها لك بالتفصيل الموميل. اهي. تمام? هتطلع الاثنين هتطلع مع النص يديلك اي بقى ور تلاتة اكس واي بقى ونجف تلاتة اكس. يبقى ثابت في دي وسابت في دي. بقى عندك اربع ثوابت. الاكس دي الحالة الاولى التالتة اكس زائد بي بالنومية من الدرجة الاولى والشاين دوت اتقلب بدلالة الاي بقت اللي هي الحالة التانية العادية ثابت في الاي باورة سري اكس وثابت تاني في اي باورة نجل في سري اكس هتشتاقكم مرة واتنين وتروح معوض بالكامل وطبعا انت بتعوض اي وعد تسيب الشاين زي ما هي تجيبها بدلالة الاي اللي انت لسه جايبها تمام بس تبتدي بقى تساوي معاملات وبطلع الاي والبي والسي زي ما نعمل هلك اهيه هتطلع هيا دي الاجابة والاخر هتقول له اجمع الحالين مع بعض هيكون هو ده الاجابة بتاعتي وبس نكتفي بالقدر دوت اتمنى تكون شرحتها بالتفصيل طريقة الاندترمن كويفيشنت في حل ان انا هموجينيس second order ordinal differential equation ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون الحتة بتاعت الduplication اما فيديو لوحده واحتمال ان اخد طريقة تانية من حل second order ordinal differential equation ممكن تكون الvariation ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وبالتوفيه باذن الله شكرا